السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن المدن الجزائرية التي تستغيث بسبب قلة الأكسجين والذي صار يعصف بحياة مرض الكوفيد في مستشفياته في الأيام الأخيرة شاهدنا وسمعنا ورأينا ما يندله الجبين الناس تموت في المستشفيات بسبب انعدام الأكسجين هذا يحدث في الجزائر العميقة جزائر الظل كما يسميها عبد المجيد تبون التي هي جزائر الظل وجزائر الظلم بلا أدنى شك عندما تشوف الناس يصرخوا ويترجوا اللي عنده قارورة أكسجين يجيبها لإنقاذ حياة ناس فهذا أكبر دليل على أن هذه المنظومة الصحية التي زعم عبد المجيد تبون بأنه أنا قلت ونجد نكرر ونأكد أن النظام منظومة الصحية أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقي حب من حب وكره من كره ولكن للأسف أثبت الواقع أن هذا الكلام مجرد كذب مجرد ضحك على الذقون قاله في فطرة معينة لم تكن هناك أزمة ولكن ما حدث أثبت وفضح هذه الأكذب شاء الله تعالى إلا أن يفضح هذا الكذب ويبين أننا لا نمتلك أي منظومة صحية كما يدعون بل نمتلك مشرحة نمتلك مسالخ نمتلك قاعات لإعدام الناس والاستهانة والاستهطار بأرواحهم عندما نشوف ممرضين وأطباء وهم يصرخون ويستنجدون يترجون المحسنين أن يجيبوا قرورات للأكسجين لإنقاذ حياة الناس عندما نشوف مواطنين يبكون أمام المستشفيات وعندما نشوف الناس من أمام المستشفيات يصرخون وأعينهم طفيض من الدم حصرة على ناس يختنقون في غرف الأنعاش بلا أكسجين حقيقة مثلا المدينة الشريعة المدينة الشريعة في ولاية البسة هذه الأيام عرفت كارثة بمعنى الكلمة البارحة فقط تم نقل هؤلاء الناس اللي كانوا يختنقوا في مستشفى الشريعة هذا المستشفى الذي يحمل اسم محمد الشبوكي أحد مجاهدي الثورة التحريرية محمد الشبوكي كاتب وشاعر وصاحب قصيدة جزائرنا يا بلاد الجدد هذا المستشفى الذي واقعه أسوأ مما يمكن تخيله البارحة تم نقل مرضى ما كانش أكسجين اضطروا أن يحملوهم وينقلوهم إلى مدينة أخرى وهي بير العاتر ولكن في الطريق توفي فارح جمال هذا فارح جمال أعرفه منذ صباي وكان جاري وتوفي في الطريق بسبب قلة الأكسجين اختنق حتى مات وهو ينقل إلى مستشفى آخر وأخبار تتحدث عن وفيات أخرى وعن مصير مجهول لهؤلاء المرضى الأمر لم يقتصر على مدينة الشريعة التي صرخ أحدهم وهو يبكي الحال يلحق السلطات الأعلى هارم خلي يلحق للرئيس الجمهورية الوزير الصحة راهي حالة كارثية هنا في مستشفى الشريعة الناس رح يتموت الناس رحي قاعدة تموت ها سيد داوة ذرك فلوم بيلونس ما يده من الشريعة للعاتر توفى في نص طريق قصوشان راح مكالش قصوشان راح مكالش قصوشان الناس رحي قاعدة تموت هذه المجهور رسالة للوالي ومدير الصحة تعوي لا يتبسها والراكم والراكم الناس رحي قاعدة تموت هذه رسالة وعلى الرئيس الجمهورية ركت قاعدة تصرح وتقول بلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل بكارية وشريعة راه يممشى كالشريعة وراه وراه هذا رئيس الجمهورية يقول كرانة قوة اقليمية وزير الصحة هذو اللي تبعته في الاكسوجين الدول المجاورة وراكم الناس راه يقاعد تموت الناس هاه وصيد الدوه النصري هام يحولوا في المرضى هام يحولوا في المرضى للعاطر شعب 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 ما يقاش بيها وين ما يقاش الاكسوجين هذي اللي طولي هذي الناس تجري يجيب نص قرعة هذي ياي سبحان الله وبحمده اللي مات وفي خمسة رام في رقبة الوالي وفي رقبة رئيس دايرة وراه مازاله لحقيه الناس قاعدة تموت والله تدخلوا الاسبيطار يا خاوتي غير الناس قاعدة تموت الناس قاعدة تخرز في الروح منقاوص بها ماليهم هاي مقاوص منقاوص لاكسوجين هاي مقاوص العمر لم يقتصر على مدينة الشريعة التي هي مدينة من مدن مناطق الظل والظلم في الجزائر هناك مدن كثيرة مدينة العطاف شاهد روح أيضا رسل رسل رحمن الرحل يا الناس العطاف أنا قدام السباة العبيدة الأوكسيجان خلاص الأوكسيجان مكاج عاونونا بقعة الأوكسيجان عاونونا بالمشينات الناس ستموت في العطاف الناس طاولنا 500 الناس طاولنا 500 الناس ستموت عاونونا 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 ربي عاونوهم إذا سعيتنا يا خلاص الله خالب فلا منطبا ما نجموش عاونونا ذو المرضى عاونوهم كل ما عندوش عاونوهم ربي عاونوهم أقسيجان في وجه بطنعة ربي يحصل إلىهم مكون العطف أقسي جنة أقسي وهي optimist فعلم أنه nothing hiper ي Jared We are accurate ولو نسترسل في نشر الفيديوهات حول المستشفيات وصراخ الناس ما كفان المقام هل يعقل أن يصل الحال الجزائر إلى هذا الوضع هل يمكن أن أكثر من سنة وتقريبا صرنا على أبواب سنتين من عمري هذا الوباء العالمي والسلطات ما فكرت أنها توفر الإمكانيات في حالة انفلات الأرض لماذا لم تفكر؟ لماذا لم توفر؟ الآن هي تقع الفاس في الراس هما يبدو يفكروا راح نستوردوا راح نديروا رايح كذا 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 باش يمتصوا غضب الشهر على الجزائر أين منظومتك الصحية التي هي الأحسن في أفريقيا والمغرب العربي؟ يا تبون أين هي؟ إذا كانت دول تمتلك منظومات صحية عالمية ووجدت نفسها عاجزة في مواجهة هذا الوباء خاصة فيما يخص العناية المركزة وغرف الإنعاج كيف ببلد؟ لا فيها مستشفيات بمعنى الكلمة لا فيها منظومة صحية لا فيها ولا شيء ولا موفرة رغم أنه طاقم البشري الكبير الذي تمتلكه قطاع الصحة في الجزائر يعتبر كبير بمعنى الكلمة لكن للأسف بدل أنه في هذه الجائحة العالمية تخصص ميزانية ضخمة إلى القطاع الصحي حتى توفر كل أمكانيات لا يخص أعلى ميزانية لوزارة الدفاع كأننا نستعد إلى حروب أكبر حرب الآن يشهدها العالم هي حرب الكوفيد هي حرب ضد هذا الفيروس الذي يفتك بعرواح البشر من المفروض تخص ميزانيات من المفروض تقدم إمكانيات كبيرة إلى المستشفيات ولكن للأسف لا شيء من هذا القبيل أبناء الشعب يمتون أما أبناء المسؤولين المريض منهم يروحوا للنعجة وأكثريتهم يروحوا للخارج المسؤولي الكبار ينقلون على جناح السرعة في طائرات خاصة وأحياناً إذا لم تكن رئاسية تؤجر لهم من دول أخرى طائرات مجهزة بكل أنواع العلاج والإنعاش وغير ذلك وصلنا إلى حال بائس عندما يموت الجزائري وهو لا يجد أكسوجين يموت يختنق ليس فقط بسبب المرض بل بسبب الاختنار جي مستشفيات تتحدث لك تقول لك لا راهو ليس سبب بالوفيات كما قالوا في سكيك دا راهو ما شو سبب بالوفيات قلة الأكسوجين بل بتدهور وضعهم الصحر واحد كي يمر بالكوفيد ويدهور وضعه الصحر مباشرة راهو عنده ضيق في التنفس ضيق التنفس ضيق التنفس توفر له للأكسوجين طبعاً الأعمار بيدي لا حقيقة ولكن قلة الأكسوجين حقيقة جي الآن تكذبها وتبدأ تلفوا الدور وتعملون في المسرحيات حقيقة ما يحدث في الجزائر كارثة وأمام الجزائريين عليهم أن يستعدوا إلى هذه الكارثة كيف يستعدوا يتخذوا الاحتياطات الصحية يروحوا يعملوا التلقيح وحتى وإن كان التلقيح يصر في ظروف بائسة لا أنت واحد راح يروح يلقح يلقى الناس ركبة فوق بعضها من المفروض أهم مكان تأخذ فيه الاحتياطات الصحية والمشفى ولكن العكس ذلك تماماً أيضاً التوقف عن اللامبالات شفناها في المراحل الماضية الناس لا تبالي يدير في العراس يأكلوا يحطوا في الزرد وديرين حواجي الحفالات كأنه شيء لم يحدث الأسواق عادي جداً الناس تحظن في بعضها لا والناس تحذر من هذه الكارثة أيها الجزائري أمامك إلا أن تتخذ الإجراءات الصحية التدابير الصحية تنفذها بحذافرها وتحرص على حياتك إذا ما حرصتش على حياتك تلقى نفسك في المستشفى ما عندكش قطرة من أكسوجين وتموت وأنت تخطنق هذا واقع الصحة عندكم هذا واقع البلاء في الجزائر إذا أمامكم إما أنكم الوقاية وإما راكم تشوفوا المصير الناس الله يرحمهم لا يحدث لا نجد إلا أن نترحم على الضحايا ضحايا هذا الوباء وأيضاً ندعو الله تعالى بالشفاء العاجل لكل المرضى وأنه يجب علينا أن نحطط توقفوا عن الزيارات عن الصهرات العائلية كل واحد يلزم بيته وإحططوا من هذه الكارثة الكارثة خطيرة إذا كانت دول كبرى وعندها اقتصاد كبير وهدلها اقتصادها كيف الحال؟ بي بلاد راكم شايفين منظومتها الصحية والوصلة ربي يصطر بلادنا ونسأل الله العفو والعافية نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله